طيب خلينا نروح لأرض الملعب وطبعا ومرسلنا فاروق صلاح واللقاءات مهمة تفضل فاروق باش مهندس عماد الباهي رئيس منطقة الجيزة ونائب مدير البطولة برحب بحضرتك على شاشة أخناة النادل آلي ألف مليون مبروك مجهود كبير على مدار الفترة اللي فاتت النهاردة بيكلل بالميدال الزباية الحمد لله مجهود كبير بازلوا المتخب المصري والتحاد المصري للقرى الطائرة برئاس الدكتور حسام حمدي وسامي حمدي وكل عضاء مجلس الهدارة طبعا مجهود الحمد لله والمدير الفني المنتخب وكل عضاء الجهاز الفني مجهود الفترة كانت قليلة جدا والحمد لله قادرنا نلم نفسنا ونعمل معسكر مصغر وعملنا شوية ماتشاط ودية مع بعض لغاية ما قادرنا الحمد لله وصلنا لمستوى كويس على الرغم من الوقت كان قصير ولكن الاستعداد كان يعني على أفضل ما يكون الدعم الموجود من الاتحاد وموجود من الوزارة شباب والرياضة أيضا اللعبة كانت رجالة والجهاز الفني كان على قدر المسؤولين الحمد لله هو تم اختار اللعبة من فترة كبيرة وكل اللعب عارف ان هو هيجي يوم وهيمثل في مصر ويلعب في المنتخب كله كان عنده حماس وعنده طموح كله كان على هبوة الاستعداد أول ما قلنا يلا ابتدي كل الناس كانت جاهزة ما خدناش وقت كتير في التجميع كل اللي الناس كانت عرفة دورها ايه ونزلنا للملعب وابتدينا نعمل المتشاط اللي ودية والاستعداد والحمد لله يعني ربنا كان للموجود بالنجاح يعني انا عارف شوية من الاحداث ان الامور كانت يعني غير واضحة والرؤية غير واضحة بيقامة البطولة لكن كان عندكم تصميم ان انتوا تنظموا البطولة وتقام في مواعدها هو عشان جائحة كورونا كانت اتحاد الافريكي موتا ردت شوية ان هو يعمل المسابقة وبعض الدول اللي اعتذرت وبعدين في دول تانية دخلت واعتذروا في اخر لحظة بس احنا كنا عارفين ومتأكدين ان البطولة تقام عشان كده احنا ما كناش بنبص الدور احنا كنا بنبص في الملعب مع اللعبة مع المنتخب وركزنا فيه والحمد لله البطولة جات وجات عندنا في مصر الحمد لله اشكرك اتفيدا شكرا